فإن كان الشيخ صادق ربي ابتلاه بضعف البصر وحتى الآن تقريبا يعني شبه فقد تماما لكن ربي اعطاه بصيرة عجيبة جدا وهذه لا يعرفها إلا من اقترب من الشيخ لا يعرفها إلا من اقترب بالشيخ والله العظيم شيء من أغرب ما يكون لكن مش هنيه هذا أمر خاص أسأل الله أن يرفع مقام لكن لما يكون يا ليبيين هذي عار علينا كلنا عار على الليبيين لأن احني ما عندناش في ثقافتنا وما عندناش في تربيتنا احني معناه توانجيل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ونقوله عليه نفس الدوة يعباني تقدر تقول لما الشيخ عبدالعزيز بن باز مثلا أفتب يدخل القوات الأمريكية في التسعين هل سمعتم واحد من اللي عارضوا فتوى الشيخ وتعرفوا هذيك الوقت ما هو هذيك الوقت رو مرات حتى ما يصلوش اللي يتوم دايرين دوش هل سمعتم واحد من اللي اختلفوا مع الشيخ سواء طلبة علم ولا كده قال في الشيخ بن باز أن اللي قال العباني في الشيخ الصادق الآن ونوريكم شي نكتب العباني أنا قلت لكم أنا من المرة اللي فاتت قلت لعبابينا يا عباني أنا بصراحة كنا كنا متحشمين وكنا نقولوا لعل الله عز وجل يهديهم ويعلم الله ندعو لهم لكن الآن معاش فيها الآن لن يهدى لنا بال حتى يرجع من حيث آتى ليقولوا للعباني لا ينفع أن يمسك وقاف ليبيا هذا ما يصلحش أن يمسك وقاف ليبيا وأنا أحمل المسئولية الشعب الليبي والحكومة الليبية والوزراء والتوار والجميع وأنا جاي في الكلام وحده وحده أما أن واحد يوصل بهذه المواصيل من الكذب والافتراء والاستهزاء وحتى وصل به أن يستقطع كلام للشيخ الصادق لما تكلم عليه المشرف امتاعه وكيف دار الجدل بيناتهم وكيف أفحمه ياخذ لك كلمة أنه كان عندي مشرف يهودي هولندي وعاد هات يا كلام توا نوريكم كل شيء اللي قاله وفي الأخير يوصل لأنه يتندر ويلمز الشيخ في حبيبتيه في عينيه ما هي الأخلاق هذه هذا ما ينفعش أنه يكون موظف سامي ليس يكون وزير موظف ساميه موظف ساميه